رحمن الرحيم زي ما انت فانا انت كده اه تعتبر فهمت فكرة انه في روتين بحسي فيها موجود فهمت فكرة انك بتحاول تمشي في هدى مجموعة بحسية معينة فهمت ان انت عندك جداول بتتنشر في ريفيوهات انت عايز سيحجز لنفسك صفه وسطيهم زي ما قلت لك انت ايه انا عايز امشي على هدى الناس اللي قبل مني واعمل دراسة قريبة من اللي هم عملوه اشوف الابحاثة اللي استشهدت ببحث معين منشور حديثا واشوف هما بيعملوا ازاي او هما بيستفيدوا منه ازاي وانا استفيد منه زيهم في الاغلب العام مع عمق قرأتك في البحث ومع فاهمك الكويس ان شاء الله ربنا اكريمك وتسيطي في عندك افكار انت بقى تطورها حاجة جديدة بقى ايه محدش عارفها حاجة جديدة انت ببتساهم بها بقى عشان هو دي يبقى موضوع رسالتك اهو دي يبقى موضوع الشغل بتاعك او هو دي اللي انت تقدر يعني تطبقه جوه المعمل اللي عندك علشان تنشر منه ابحيث بإذن الله او تخلص الشغل اللي اه انا حقيقة من كلامي مع مع بعض الزمله كنت يعني بلاحز ان هما عندهم بعض الاخطاق اللي كنت باشوفها اخطاق من وجهة نظري اللي كنت باشوفها فحاول اقلخصها في الفيديو ده بإذن الله علشان لعله عسلا تنفعك انك ايه ما تمشيش في نفس الطريق الغلط يعني لو انت اقتنعت بالله حوله لك يعني اول حاجة انت لازم تبدأ من حيث انت الاخرون ما نصحكش ان انت تبقى ايه بتبقى سوبرمان اللي هو عايز يعمل الحاجة اللي محدش عملها قبل منه وكده صعب في البداية صعب فانصحك ان انا مش بقى يقاسك ولا بقولك يعني بحبطك وكده بس انا بقولك لما توقف على جديك الاول بقى عمل الافكار الكبيرة اللي عند انت لكن ابدا الاول خطوة زيادة عن الابل منك شوف الابل منك عملوا ايه وزود عليهم خطوة زيادة لو انت بتشغل شغل شوف المعادلات اللي نشرها واحد قبل منك وزود عليها خطوة عشان تحسن الموضوع شوية انت مسلا المعادلات دي هو ادري يعبر مسلا عن نتاج المعملية مسلا بنسبة مسلا مسلا خمساشر في المية انت عايز تحسن الموضوع ده اكتر مسلا وتقرب النقط اكتر على الخطة او كده هو غير معادلة واحد غير معادلتين حسن كده شوية اللي هو عمله لكن ما تخليش موضوع يشتح منك قوي لانه ايه اللي بيبعد قوي ده اغلب اللي انا شفتهم بتغرق بيه عملية فما تبعدش قوي عن اللي الناس نشروا قبل منك لما تقف على رجلك وتتمكن يبقى عمل اللي انت عايز لكن في رأي الشخصي في البداية ما تخليش موضوع يشتح منك قوي انا كياسر بنصح دايما يعني يعني قلد الاول وبعد كده هيبقى ابدع والابداع ما يبداعش ما يوسعش منك قوي يعني الابداع مطلوبه كل حاجة كويس جدا بس مش قوي في البداية في البداية قلد اللي الناس عملوا قبل منك يعني انا حتى يعني بعض الزمن اللي كتب قوله كده بقوله لو انت تقدر تعيد تجربة عمالة واحد قبل منك عيدها خصوان التجربة بتاعت المجموعة اللي انت شغال شبهها عيدها الاول وطلع ناتاك شبهها ومن الاول بعين يبقى اتكلم بعد كده يبقى نفكر انت هتعمل ليه زياد في واحد مثلا بعض الزمن اللي يقول لي لا احنا بص احنا عندنا تجربة فيها فران وحاجات زي كده واحنا تكلفة كبيرة وكده اقول له ماشي اوقف مع طالب اقدم منك في الشغل وخليه يعلمك اه وساعده اقول له انا هساعدك حتى مش عايز لا اسمي معك فباحث ولا حاجة خاصة انا عايز ساعدك شبه اتعلم واقف معي والسح من شوية اه التعلم كده اتعلم واقف مع الناس مستفيد منه مفيش حاجة زي كده ربنا يوفقك ان شاء الله اقرى بقى كويس علشان ما يحصلش كتير للتجربة غير موفقة دي متبقاش كتير باذن الله خلاص لكن ده اللي انسحك دي طيب انا عايز افكار يعني عايز ابقى مبدع او انا عندي افكار كبيرة واسعة ومش عارف ايه وكده انا انسحك بطريقة زي كده انا يعني بحاول ادور انا مثلا اتخصر انا عايز اشتغل عليه مثلا انا ايه معالجة مية بمواد نانومترية بكتب على جوجل كلب التانو بارتياز مثلا ادسوربشان ويستووتر وحط على متين تنصيص وكتب كلمة فيوتشار وورك فيوتشار وورك يعني الشغل المستقبلي ليه كلمة فيوتشار وورك دي علشان الباحثين وهم بيكتبوا بيقولك ايه وفي اخر البحث يقولك وبعدا من اللي احنا وصلنا له ده ممكن بقى في المستقبل كفيوتشار وورك نبقى نعمل كذا 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 بس هي دي اللي انا مستنيها انا حامسك البيبر انتو بتقول عليها دي وانا بقى عايز ابقى فيوتشار يعني انتو خلاص اشارتو البحث ربنا يوفقك جود جوب ما انا قلتلك قوله برافو عليك اللي ناور انا بقى عايز اعمل حاجة جديدة انا بقى عايز اخش ساهم انا كمان في المجال انا كمان بقى عايز انتج علم جديد اللي انت بتقول علي ده في المستقبل يتعامل انا بقى المستقبل انا هعمله بقى باسن الله فده يعني اللي انصحك تعمله انك ممكن تدور حاجات زي كده هؤل تشوف كده ايه الجديد الممكن يتعامل من اللي الناس كانت بينه حتى ساعات ده مكتوج او فور فيوشار وورك مثلا كذا 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 المفروض يتقاس اه نشوف وسطيهم كده هم بيعملوا دي عنصحك بحاجات زي كده ايه خلاص ساعات اكتر بخليها مع تلمة سيسيز مع تلمة رسالة وساعات بحط له كلمة سيسيز ما بين عنا بتونه تنصيص لانه اغلب لا بحس ما بتحطش حتة الفيتشار وورك دي قوي بتتقى مشهورة اكتر في الريبيوهيات لكن الرسائل هي اللي ممكن يبقى فيه جزء عنده اسم فيتشار وورك او جزء عنده اسم الركومنتيشنز ايه التوصيات اللي هو بيوصي بيها للشغل اللي فيه ما بعد فبندور عاجات زي كده ممكن اكتر في الريبيوهيات او ركومنتيشنز فلاص لان زي ما قلت لك انا كل اللي يهمني ان انا احجز لنفسي صف في جدول زي كده الجدول ده منشور مسلا السنة دي كمان تلات سنين ان شاء الله هيطلع حد باذن اللي هيكتب ريفيو هيعمل جدول شبهه للابحاثة 12 في تلات سنين انا عايز احجز لنفسي مكان وسطيه عايزه يكتب اسم البحث بتاعي ويحط الديتا اللي انا طلعتها عنده زي ما زي ما اللي عمل الريبيو ده دور على اسم الراجل ده مثلا وحط الديتا بتاعه فانا برضه عايز عملك انا بقول لك انا لما بشوف الديتا المهمة دي بسجلها عندي وبقول لنفسي بص انا عايز اكتباله في الابستراكت علشان هريح الراجل ارحمه هو هو بيدور على الديتا دي بين الجدول ده يعني الجدول ده ايه علاقة الابحاث دي ببعضها مترتبة على اي اساس واح تحاول يبص همه ساعات بيحطوا الابحاث كده بالسنة او مرتبينها بالنسيجة اللي تلقيت معيها او من اولا برافو ليك كويس جدا انت ركز ودور على قاسع مشترك دور على حاجة تربط الابحاث دي ببعضها تلاقيه مثلا هنا كان بيحضر مثلا مادة معينة وان هنا حط عليها مش عارف مثلا ماد مثلا كذا وان هنا مش عارف عمل عليها كذا وان هنا عمل عليها كذا وان هنا عمل كذا وان هنا جرب كذا دور لك على مكان وسط الناس دي ايه الجديد اللي ممكن عمله وسط الناس دي عشان نضمن نفسي صف وسط الجدول ده هم مثلا بيشتغلوا على النوع ده مثلا من التحالب وهو ناس اشتغلوا على النوع ده وناس اشتغلوا على النوع ده طب ما انا اشوف عائلات التحالب كده واشوف ليه التحالب دي نجحة واشوف لي تحلق كمان وسطيهم وابقى اجرب علينا كمان المرة اللي جايت احط اثنين من دول يعني انجح اثنين احطهم مع بعض واحد يقول لي لا التحالب لو حطيت الاثنين مع بعض ينفسوا بعض ما اقول الله ربنا ممكن احط واحد بكمية كبيرة واحد بكمية قليلة ويساعدوا بعض ما ينفسوش بعض وممكن يطلعوا فعلا بنفسوا بعض اللي هو انا طب ما اقرأ في الموضوع واشوف هلين فاحط اثنين مع بعض ولا لا حاجات زي كدوات ممكن مثلا شغل المواد النانو هو مسلا اي يعني اللي مثلا ايه يحط مسلا المادة كزا وده اشتهل على كربون ده مش عاريف اشتهل على زين كوكسايت ده اشتهل على كزا ده اشتهل على كزا طب ما انا فكر لي كده ايه جديد الممكن عمله وسطيهم يعني ايه 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 الخطوة الزيادة الممكن عملها اللي هوم عاملينه ده باذا انا ده اللي انا يعني ايه یه انصحها جديد الزمل اللي عندهم افكار ابداعية رجد نقفة يعني انا والله مش مش ضد حاجة زي كده لكن انا شفت زي ما قلت لك انا شفت الزملاء اللي بيبقى عنده افكار ابداعية ده قوي بيبقى حماسه عالي قوي فوق في السماء بعدية بشهرين بخش اسلم عليه في المعمل ايه هاي الاخبار بتاعه يعني في الارض معنوياته في الارض فانا اتعودت على كده اللي بيبدأ بحماس عالي قوي انا شفت كده يعني ما بيكملش بنفس الحماس لكن انا متعاود اللي بيبدأ بداية صغيرة بازن الله ربنا يسهل معاه ويجبر واحدة بواحدة بعكس اللي بيبدأ كبير قوي او طموحاته عالية قوي في الاغلب العام ما بتصبتش يعني لانه ما عندهش خبرة في الشغل مش عارف يمشي ازاي لان البحث لفة نياغ كتير جدا مش مذكورة هو انت متهيق لك انك فاهم البحث لانك فاكر ان انت قريد كلمتين في خلاص كلام تتعلمت لكن في الحقيقة لا ده انت البحث عشان تقرأه تيجي تقلده ممكن تقعد لك مثلا من 3-6 شهر على البنش مش عارف انت بتعمليه اصلا كل يوم تدخل المعمل تقلد اللي هو عمل قبل منك وش عارف تصبت معاك فده ساعد بيحصل يعني اتفقنا اه تاني حاجة يهمني انت زي ما قلت لك قوتك كواحد مفتدل انك تفهم الروتين لأبحاث اللي شغالة علشان تمشي زيهم احسن ما تفتح انت لنفسك طريق جديد في حاجة غريبة انت عايز تعمل حاجة ابداعية قوي ربنا ينفقك بس في حاجات تتير لازم تعملها لازم تثبت كلامك ولازم تفسر ولازم تصور مثلا على ميكروسكوبات او تعمل حاجات غالية او كده لأ في مليون حاجة هتعملها المجتمع العلمي مش هيبال منك بالسهل كده حتى لو طبعت نتائج مش هيقامنو لك لان انا من شوية قلت لك او في كام فيديو من اللي فات وقلت لك انه المجتمع العلمي مش مستني منك تقرير مش مستني تقوله انا نجحت خد بقى النجاح بتاعي لا هلازم نفهم نجاحك ده على اي اساس وتفسره لنا وتجيب ادلة على كلامك فممكن مش حتى الحقيقة نجاحك كبير لازم تثبته وتفسره وميبقاش سهل عليك انك تفسره وسهلتها ممكن يتهموك ان دي نتائج فيك نتائج مش حقيقية ففيه ادلة كتير لازم تتعامل فلازم تفهم انه انه العلمي مش داي الشركات اللي هي ايه بتدور على اي حاجة تبيعها وخلاص لا الابحاثة العلمية حاجة مختلفة والرسالة العلمية حاجة مختلفة تفاقنا فلما تفهم الروتين بتاع الشغل تفهم التجارب المنتظرة منك بإذن الله والانت ايه تقدر تدورها ان شاء الله يعني عشان ايه ما تبقاش بتصادم مع المجتمع العلمي ما تبقاش ايه بتقول انا مو بدع قوي المجتمع العلمي اصلا اغلبه مبني على wabda Collins للخطوات الصغيرة دا اللي انا اعرفهم خطوة صغيرة ثم خطوة صغيرة ثم خطوة صغيرة ثم خطوة صغيرة ثم خطوة صغيرة بيط fracture المجمعات تكبر واحدة بواحدة يعني دا اللي انا ما عرف خلاص يهمني اني تتاخد بالك ان اي فكرة في تسأل نفسك هلا اقدر حولها البحث منشور ولا لا? يعني ما تقوليش انا عندي فكرة هو هبه وحعمل وحتخلي وحطلالي. مش دعوانا بالكسة دي. الفكرة اللي عندك دي انت متصور شكل البحث عامل ازاي? يقول لي لا طبعا انا لسه ما انا ما جربتهاش لسه ما افرد ما اديتش نتيجة. ماشي ان شاء الله بيزن هتدي معك نتيجة. بس انت متصور هي لما تدي معك نتيجة ان شاء الله هتعرضها ازاي على المجتمع العلمي? ده مهم انت تفهم. تاخد بالك كده. انا سعاد ببقى بتخيل كده لما يجي مسلا دكتور يتكلم معي مسلا في فكرة. يقول لي بص يسا انا هنعمل كذا كذا كذا. اقول له تمام يا دكتور. بس اول فجر ان شاء الله في البحث هيبقى كذا. تاني فجر هيبقى كذا. فلازم بقى ده غالي. لازم تحجز من دلوقتي كذا. وثالث فجر ده كذا. ورابع فجر ده بيحتاج تكلفة كذا. وخامس فجر. فبيقعد يبص معي يقول لي اه تمام تمام. اه اه ده اللي انا بنصحك بيه انك تبقى شايف الشكل عامل زي من بعدك. واحد هيقول لي طب افرد عملت الشغل ومداش معي نتيجة. اسأل نفسك ليه مداش نتيجة? ما لازم اخطط برضو كده. افرد بندتش نتيجة ليه? طب ايه اللي ممكن اعدله عشان عشان اطلع من حيث التجربة غير الموفقة دي. التجربة اللي اللي بازت معي. ايه اللي اطلع منه? لان احياتك كلها بعد كان هتبقى كده هو. انت شغال في شركة مثلا واشغال في بوس الدكتور او شغال في حتة. عملت كم تجربة مش طلعين معاك لازم تنجز. لازم تصلع شغل. لازم حاجة تطلع. فمهما كانت يعني اه علوة افكارك اوي او ان انت عندك تصورات كبيرة. في الاخر في الشغل لازم يطلع. مش هيسيبك هو حتى تقعد في المعمل. مسلا ست شور ولا سانا مش عارف تصلع حاجة. مش حدش هيسيبك كده. فلازم اخذ لك محاجة لساكد. عشان كده منصحك دايب ان تبدأ صغيرة يعني خلاص. بيه حاجات بشوفها مع زمله انه بيبقى عندهم مثلا ايه ابكار جديدة اه مثلا بس ما استحقش اوي الشغل. فلازم تبقى فهم برضو ان مش كل حاجة جديدة حتى لو صغيرة او حتى لو انت التزمت بين الناس بيقولوه او كده تستحق. يعني مثلا الناس اللي بتحضر سيلبر نانو فورتكالز مثلا يعني. بيحابوا يحضروا السيلبر ده من مثلا ايه? الاشر بتاع مثلا الفاكرة. كأنه وست ماتيريا يعني بياخدوا الاشر ده يعملو له معالجة معينة ويطلعوا منه سيلبر نانو فورتكالز. تلاقي مثلا واحد شغال على الاشر مثلا الرومان. واحد يعمل على الاشر الموز. واحد يعني مش عارف على الاشر الفراه ولا بيان. واحد عامل على الاشر مش عارفية كده. فيجي واحد يقرأ الابحاث دي يقولك بص بس ممتاز. انا هعمل بقى ايه? على اشر فاكهة المش عارف الكيوي مثلا. طب ليه اشر فاكهة الكيوي يقولك متعملتش قبل كده. فاقوله ماشي كويس نعم متعملتش قبل كده. بس مش كل حاجة متعملتش قبل كده بيبقى لها قيمة. هي ان شاء الله هتتنشر لعملتها. بس المحرر اول صراحة يسأله نفسك شمعنا يعني اشر ما فيه مليون نوع فاكهة داني. شمعنا دلليه ما خلطتش كزا فاكهة على بعض. ما فيه الاشر ساعات بيطلع مسلا في الوست وكده بيطلع كله خليط على بعض. وسط مثلا المطاعم. وسط المصانع. بيطلعوا كزا نوع اشر مع بعض. مثلا يعني. ليه ليش معنا يعني اشر الكيوي يعني. اقول لك انا انا اصلا بيحب الكيوي. طب احنا مالنا يعني مجتمع العلمي ماله. انت ليه ليه عايز حاجة زي كده. لكن الايجابة الكويسة تقول ايه. اصلا اشر الكيوي ده فيه مواد كزا وكزا وكزا. اللي بتستخدم في علاج مثلا المرض الفلاني او مش عارف ايه على الجلد او كده. فانا هطلع مستخلص اشر الكيوي ودور على المواد الفعالة دهيت. واني نحضر منها الفضة. واني استخدمها في تطبيق للجلد. علشان نقارن ما بين المستخلص بس. وما بين المستخلص مع الفضة. والفضة بس. ونشوف هل الفضة اللي متحدرة بالمستخلص ده ادي النتيجة اكبر في التطبيق او لا لا. ده انا اقول له الله ينور عليك. توكل على الله. انت كده فاهم? ماشي صح. لان انت عندك سبب يخليك تشتغل بالفكرة الجديدة دي. الفكرة الجديدة لفي دماغه ان هو عايز يعالج تطبيق معين. اشر كيوي هنا وسيلة للتطبيق. لكن مش مجرد ان انا ما في مليون نوع اشر ممكن احضر. فمش عشان حاجة جديدة ما تعملتش. يبقى تستحق ان احنا نعملها. خصا لو عرفت مسلا ان التجربة واحدة من دول عشان مسلا للفضة مسلا هتكلفك مسلا خلينا نقول مسلا عشرين الف جنيه على حسابك. عندك انت استعداد تغامر بعشرين الف جنيه وبعين حاجة ما تديش معك نتيجة لمجرد ان هو عشر جديد ما حدش عمله قبل كده. لا مش معنى ان حاجة ما تعملتش ان انت لازم تعملها. ليه? لان المجتمع العلمي يدوره اصلا انه يدور حاجة اللي تستحق انها تتعمل. فاهمني? في مليون فكرة جديدة. في مليون مادة انا ممكن تتحضر. وفي مليون تطبيق عندنا. بس انه مادة ممكن تتحضر. هو الفن كله انت تعدل على عمله القابل منك. تشوف نجاحه وتعد عليه خط وزيرة عشان نطلع بالنجاح ده اكتر شوية. وان نطلع بالنجاح ده اكتر شوية. نطلع سلمة كمان. لكن ما سيبش النجاح للنس ما حققينه وروح عارمي نفسي في عرض البحر واقول ايه? هم اشتغلوا على القشر كتير. انا هعمل حاجة بديدة بعيدة عنهم كلهم. مش عاجة بعيدة عنهم كلهم. انت مش مش قاعد لوحدك في الجزيرة منعزلة. هم بيدوروا على القشر معين لازداب معينة. في الاول كانوا بيحاولوا يثبته ان القشر ينفع. بعد كده بيستخدموه في تطبيقات. بعد كده واحد كده لازم تفهم الترند بتاع المجال بتاعك. لكن انت لو اشتغلته هتدفع بيزنانة. بس ممكن تتناشر مسلا في مجلة مسلا ايه? امباكت مسلا واحد امباكت اتنين امباكت تلاتة حاجات زي كده. غالبا لو انت بتفرج على السلسلة دي فانت غالبا معاك نوعية مشرف تقيل. عايز منك شغل في مجلات كيو وان. مجلة كيو وان فده اللي يهمني انك تتعرفه يعني. برضو من ضمن الحاجات اللي بشوفها بمعادل الظلم على حيطة استعراض العدلات العلمية. تلاقي مسلا واحد يقول لي ايه? مسلا قدامه مجموعة معادلات رياضية مسلا بتحل مشكلة معينة. يقول لي مسلا انا عايز ايه? هعوض المعادلات كزا وهجرب كزا وهشوف معادلات. طب وليه تعقيد المعادلة? ليه? مش معنى ان حاجة ما تعملتش انها تستحق انها تتعامل. المجتمع العلمي بدور على ابسط حل للمشكلة. مش على استعراض العضلات. مش عشان انت بتعرف تعلم معادلات الرياضية ان انت لازم تتقيقها. لان انت خلي بالك ممكن تستغل على معادلة معقدة وما تنديش معاك نتيجة. وممكن تدي نتيجة ما تستهلش بالنسبه المعادلة البسيطة. يعني مثلا المعادلة البسيطة تتحلي مثلا مثلا في دقية على الكمبيوتر. بديها نتيجة معينة. المعادلة المعقدة. محتاجة عشر دقيق عالكمبيوتر مثلا تتحل فيها وبتدي نتيجة قريبة جدا. فالموضوع مش استعراض عضلات. الموضوع فايدة في الاخر. اه تطبيق نتيجة استفادها في حياتنا يعني. اتفقنا? اه خلاص بسم الله الرحيم برضو نفس الفكرة يعني بعض الزاملة بلاقيه مثلا ايه عمل يعمل شغل عملي كتير. يعني تلاقيه عملي او هو بيفكر في حاجات عملي كتير جدا يعملها. برضو بحاول اقناعه بكده انه الهدف مش ان انت تعمل شغل كتير في في البحث. الهدف ان انت تعمل حاجة لها معنى. تتعلم او تنتج نجاح. المجتمع العلمي ما يعرفوش. فتبقى قدم تخطو على قبل منك. لكن مش كتر الشغل العملية. برضو كتر التحليل والاياسات والحاجات زي كده. تلاقي بحس عملين يجيبوا اياسات وعلى حسابهم ساعات او حتى لو عندهم اجهزة متاحة في المعامل. بتلاقي البحس كي شغل كتير جدا معمول بس ملوش لازمة وسط الشغل. ممكن يفضلوا يعملوا كده ويعملوا كده ويعملوا كده وعنين لما يجوا وانشوروا البحث في الاخر تلاقي المحكم. يطلع كل هم عاملينه ده ويقول لهم حطوه في. في. مالوش لازمة. المحكم مستني النجاح قصة النجاح بتاع البحث بتاعكم. بس مش مستني كتر الشغل. بالعكس كتر الشغل ساعات بيحسس اللي قدام منك ان انت بتعود حاجة مش مزبوطة. في حاجة غلط حصلت. انت انت ما زبطش معاك قوي الشغل ومش مطلع نجاح كبير. فبتعاول تعوضه الكتر داتا. فممكن النهاردة بقى فيك مجلات بتونشور داتا ارتكالز بس. تقول لك يلا احضفه على مجلات الدياتا. يعني ان انت بطلع تجارب كتير وقاسات كتير بتاع بس مفيش ان احلامه مستنيهم. فانصحك ان العملية مش مش استعداد تعطاها علمية. مش ان عندك واجهزة كتير في المعمل فتشتغل عليها كلها. مش ده الهدف. فالهدف انك تحقق نجاح خطة واحدة عامل قبل منه. خلاص? مفس الفكرة الفرق بين الادلة ومبين التصورات. انه مثلا. في واحد مسلا ما اكلم وقل له مسلا انت ليه عايز تعمل شغل فرن يقول لي لا لا ان شاء الله هيعمل كازا وسيعلي عالج مش عارف مرض الفرنة. انت هتعرف تذبط الكلام انت بتقول له ده. يعني هتعرف تفسره. انت مسلا بتقول انه هيعالج المرض. انت هتعرف ليه عالج المرض. اللي ليه عمل كازا ليه عمل اللي مش عارف الاسار الجنبية. هتعرف تفسر معاك انت ميجريسكوبات معاك اجهزة تقدر تصور بيها معاك تقدر تاخد عينات حواليك في الدولة حتى اللي انت فيها كلها. تقدر تحلل العينات بره تقدر تعرف تقدر تطبق البروتوكول بتاع الشغل بتاع التخصص ده او الروتين بتاع المجموعة حتى اللي انت تقلدهم. تقدر تقلد كل الشغل بتاعهم ده. تقدر تقدر تعمل زيهم. العمليات مش مجرد تصورات كده في دماغ أن انا ايه اه يعملت ان شاء الله هتوزبط معايا. انا جمعته البحثية هو. او على المستوى هو الشخصي مش على مستوى العالم. يعني ايه مسلا? مسلا تلاقي واحد يقول لي مسلا ايه? احنا عندنا مسلا شغل محاكاية. تمام. اه في معادلات هاري قدام مني. الناس كلها بتشتغلها على برنامج مسلا اه مسلا يدوي. اه او مسلا بيحلوها مسلا بسوفتوير كوميرشل. بسوفتوير مسلا اه محتاج فلوس تدفعها وكده. انا هححلها على برنامج المتلاب. مسلا برنامج المتلاب نظرية المتاح يعني اني قدر نشتغل عليه. او هحلها بلغة بايسون. خلاص? وهحقدم عليها لبايسون مجانا. وهحشتغلها. الناس كلها تشتغل على برنامج بفلوس وانا هشتغلها على بايسون. فانا بسأله سؤال طب ايه الجديد بقى? يعني انت بتعمل تعديل على الناس اللي قبل منك عشان تحققها نجاح معين. ايه النجاح بقى انت حققته? تقول لي لأ دي اول مرة المعادلات هي تتحل بايسون. هقول لك صوت يعني. ما هو العالم عارف حل المعادلات دي. يحلها بالمثلة هي بيحلها بايسون. انت اللي اول مرة تحلها بايسون. او انت اللي اول مرة تشتغل على او انت اللي معاكش فلوس تشتري ده. المفروض انه نظريا ده ياما المجموعات البحثية تشتريه او الشركات تشتريه او تاخد رخصة من الشركة اللي انت جيت وتدفع لهم فلوس ويستخدموه ويحلوا بيه المعادلات دي. ياما هم يطوروا لنفسهم نفس حال المعادلات دي يعني برامج هم عاملينها مع نفسهم. زي المجتمع العلمي ما بيهتمش بحاجة دي حاجة ليكم انتم تطوروا المعادلات دي لنفسكم انت تحلها على لنفسك للمجموعة اللي انت فيها. لكن المجتمع العلمي اعز سي جديدة. خلاص احنا عرفنا ان المعادلات دي بتقدر تعبر عن نتائج التجارب. انت عندك تطور اكتر في المعادلات دي. تقدر تعدل عن المعادلات الموجودة دي. يقول لي او 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 انا بعد احط معادلة فيها لين او لوجة او كده هوت وده ان شاء الله يحسن النتائج معي هو ده الفكرة المطلوبة انك تعمل في شغل لوجة واللين شغل البايسون قبل كده ده ما يهمش في مكتمع العلمي اوي فمامت لان المعادلات حلها معروف خلاص الناس عارفوا ان المعادلات دي تتحل تتحل برنامج بفلوس او مش بفلوس ما يهمهمش خلاص لكن انت في تطوير تتطوره عليهم اه انا اقدر ان انا احسن في المعادلات دي عشر انا اقرب ان شاء الله على نتاكيت بقى ادق ده اللي المجتمع العلمي مستاني منك تتور على المعادلات ده هي. لانه في الاخر البايزون والماتلاب وكل الكلام ده وسائل. ده وسيلة. اما حاجة الهدف. المعادلات دي بتاع معمولة ليه? علشان تعبر عن نتاج معملية في الدنيا. خلاص احنا ايجي منه ان انت تعبر عن النتاج اللي في الدنيا. السوفت وير وسيلة. خلاص نفس الفكرة مسلا واحد تلاقيه مسلا اقعد معايا. يقول لي مسلا ايه? انا هعمل لمعالجة المية في المعمل عندنا. عمل اجيب ازاز وهوصل خرطيم واجيب مش عارف ايه واحط واعمل. وده ان شاء الله هيبقى فكر جديد ومش عارف ايه وده وان شاء الله هو ده البحث هو ده. بالراحة بس. الفكر اللي انت بتعمله ده اول مرة العالم يعرفه ولا معمول? يقول لي لا لا ده معمول في ابحاث قبل كده. بس احنا اول مرة في المعمل اللي نعمله عندنا. هقول له ده بصوت يعني. يقول لي لا ازاي صوت? احنا اول مرة النشور عندنا في المعمل. هاقول له ماشي يصوت يعني. المجتمع العلمي عارف الاجهزة دي وعارف الستطف ده. انتو كان المفروض الجامع عندكم لو انتم محتاجين يعني الخبرة دي كان المفروض. يا اما تعينوا واحد من الناس اللي عملوا الشغل ده وهو بخبرته ييجي يبني لكم السيستم ده وتدفعوله فلوس او تعينوه كاميرتب هو يشتغل معاكم فترة طويلة او تدفعوله كاستشارة. تجيبوك استشارة ييجي يبني لكم السيستم ويمشي. او انتم تفهموا كده لوحدكم الموضوع وتبنون نفسكم. بس لغاية دلوقتي انتم كده بتحصلوا اللي العالم عارفه. بتحصل اللي موجود في العالم فعلا. لكن ايه الجديد اللي انت عملت على مستوى العالم. تقول لي لقا ما احنا بعد ما نبني السيستم بقى هنحط مواد نانو جديدة دي اول مرة حد يجربها. اه هو ده البحث مستنيه. هو ده الماجستير. بناء السيستم حلو وكل حاجة الترخيرك بس مش ده النشر الدولي. مش هي دي التجارب. مش ده اللي انت بتعمل بماجستير. ده حتى من رسالة الماجستير بتاعتك. لكن الاصل انك تعمل حاجة جديدة على مستوى العالم. العالم ما يعرفهش. ده فا انا فاكده بس على حاجة تدير ان انا يعني 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 شفت شفت مشاكل زا كده كتير. انه في بعض الزملة زي ما قلت لك بيبقى ايه? بيبقى بيبقى قفل دماغه على مجموعة البحثية. هو بالنسبة له احنا اول مرة نشتغل على بايسون. المجتمع العلمي ما مش دعوة هو. ما هوش دعوة. انتوا سابقوا حصلونا بقى. احنا سبقناكم خلاص. احنا كمجتمع علمي العالم كله خلاص عارف حاجة معينة. خلاص. انتوا كملوا بقى ورانا. المجال البحث العلمي كومبيتشن عالمية. جلوبال كومبيتشن يعني منافسة عالمية. لكن احنا ملناش دعوة مجموعة البحثية. ما حدش يعرفك اصلا. وهادي جدا ده مش عيبي يعني. ما حدش يعرف حد. ما حدش فاضي لحد. انت في الاخر البحث انت بتنشوره ده بيقراء دكتور في امريكا. دكتور في الهند. دكتور في الصين. كل حده. ما حدش فاضي. انت مع. مش حاجة سمع بحث. اقول له احنا اول مرة ننشر بسنة على برنامج. احنا مالنا. ما تنشره يا جماعة مستعلموا. لكن احنا يا جماعة اول مرة نقدم لكم. انه مثلا المعادلات دي قدرت تحقق ان تقتر تقيس النتاج المعملية في الانج كله. مثلا ايه. كانوا بيسوا عن دراكة حرارة مسلا من اول صفر لغات مسلا ربعمية. المعادلات اللي موجودة كانت بتقدر تقيس من اول صفر لغات مئتين بس. من مئتين لغات ربعمية مش عارفين نجيبها. احنا بقى جيبناها. عملنا تعديل على بايسون و جيبناها. بايسون ده ما يهمناش. يهمنا اللي انت جيبتها. ان انت عارفت تعمل معادلات تعديل عليها. بايسون ده لنفسك انت. ان انت وكان معكم فلوكسو كنت اشتريته البرنامج اللي بفلوس. انت مشتريتهوش ليه? كده يعني. فهم? البرامج دي وسيلة. مش هدف. ده فانا الستوب ده وسيلة مش هدف. البيكرات والاجهزة وسيلة مش هدف. انت كل ده بتعمله عشان بيدور على الوسائل اللي عندك في المعمل. لكن مش هدف حد ذاتها. لما تبني زي كده. انت اول مرة تعمله تترخيرك. الجامعة بتاعتك بتتشكرك جدا. بس مش ده الهدف. المجتمع العلمي بيستني منك حاجة ده. المجتمع العلمي بيستني عشان تتنافس على مستوى مجسدة او دكتورة. انك تقدم فكرة جديدة. حاجة جديدة العالم ما عقاش خلاص? دي الده اللي بس ايه بقى اكد عليه. اه. في بعض يعني البعض الزمل اللي شفتوهم بيبقى لسه داخل جديد. فزي ما قدت لك في ما تعود عقلية التدريب كده. اللي هو داخل عايز يقلت بحث شافه. ويعمل زيه كده بالزبط. وهو كده احنا نجحنا. وهو بقى يلا اكتبوا لي التقرير بتاعي وانا سلمه للمشرف بتاعي. ويلا ديني مجستير بقى. المجستير مش كده. انت لو الكلام ده لو انت مسلا في باكاريروس او في التمهيدي مسلا. الدكتور يدي لك تجربة معروفة نتائجها. ويقول لك اعملها انت وجربها كده ويلعب فيها وبعدين اعملها والدهالنا. وصح برافو عليك ويدي لك تقدير وبرافو عليك اي دا كده اتخرج. البحث العلمي مش كده. البحث العلمي انت بتفهم لي العالم واصل Grü'. لوحدك مع نفسك انت او بتتعاون وسط مجموعتك البحثية او وسط الناس اللي معاك. اللي انت لما بتنشر البحث بأسمك فلاني للفلاني اي تل. يعني فلاني فلاني ومجموعته. فلاني والنس اللي معايا. فانت بتشوف كده الامجموعة اللي انت واسطيهم كده الناس اللي انت حاول المشرف يبقى رادي عنك بس وخلاص. اه هو المشرف عايز يبقى رادي عنك على مستوى العالم. مش على المستوى بس ان هو يرضى عنك. فهم الفكرة ان هو المشرف دوره ان هو يفاهمك الفرق ما بين اللي انتو تعرفوه واللي انتو كمال مفروض تلاحقوه على مستوى العالم. وصلت الفكرة. بس ده ده اللي همني يعني. وعشان كده بنأكد انه مثلا الفرق بين طالب مثلا في الدبلوما بيدرس مستوى الكورسات وطالب الماجستير ممكن اللي اتنين بقوا عدين بيدرسوا مع بعض جوا نفس قاعة المحاضرات. الدكتور بيشرح لهم نفس المهج ونفس الكلام. لكن طالب الدبلوما بياخد في الاخر في الاغلب العام بروشكت صغير كده بيبقى حاجة شيفه معروفة. بيقال ليه ده في الصحوه بيتعلمها هو يبني بنفسه حاجة جوا المعمل. حاجة يعني العالم عارفها بس هو ما يعرفهاش. فبيتعلمها ويطبقها. لكن طالب الماجستير لازم يزود عن كده. لازم يتعلم حاجة. حتى لهو ما يعرفهاش بس العالم عارفها لازم يتعلمها. وبعد كده يزود على العالم كله حاجة زيادة. فقامنا الفكرة. فده اللي من انت تتفاهم يعني. اخر حاجة بس نتكلم فيها انه ساعات بعد الزبلة بمتفايل زيادة عن اللازم. فبيعايز يعمل حاجات كتير قوي. فمسلا ايه? يقول لي مسلا انا عايز اختير عمده نانو. حط عليها دوة. الدوة ده يعالج مرض معين. وبعدين هحط عليها فيتامينات تعالج مش عارف تدي للمريض مش عارف اه ايه. وبعدين تحسن له الغدد مش عارف اللي راحت فين. وبعدين تدي له مناعة ضد مرض تاني مش عارف ايه. فانا بقعد معي اقول له بص بالراحة بالراحة. يعني ايه? اعمل بس حاجة واحدة الاول. انت ايه بس انت عايز تعمله. يقول لي انا عايز مده نانو اقول لي ما تعرفت حضر زيه الاول باتكلم. يقول لي ازاي? طب المريض انا عايز المناعة بتاعته والله ده انا والله اقلبي عايز المناعة. واقول له والله احنا اقلبي على المريض. بس سببا انت لسه بتتعلم دوقتي ازاي اصلا تشتغل في الشغل ده. انت لسه بتدرجش تعالج مريض دلوقتي. انت لسه بتتدرب ازاي تعمل بحث علمي. علاج المرض ده قصة تانية. انت لسه انت بتتدرب تستطيع ادوات. زي مثلا الفرقة بين واحد مثلا بيتعلم سواء وبين نوع يوصل للناس. انت عايز توصل للناس وصلا معك في عربيتك. بس انت اصلا تقرشت سوء لسه. انت لسه تعلم سواء الاول العربية وكده اتو توصل الناس معاك. بقى قدل ناس عن نيتك الطيبة. فلسه تعلم سواء الاول ايه فايدة ان انت تعرفش تسوق ما انت اخد ناس معك في العربية وتمشي به. من انت عتم لي بحادثة. ان انت بتعرفش تسوق. فلسه انت انت ممكن تعذر مادة وبعين انت موت المريض اصلا لان انت مش عارف يعني انت حضرت المادة غلط موتت المريض ده 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 ما نعالجه فشغلانا يعني فاهم فتحنا عنه بنهزر يعني بس ايه يعني انت تبقى فاهم القصة ان انت الاول لما تيجي تشتغل اشتغل واحدة بواحد انت دلوقتي في ناس حضروا مادة انه معينة عالجت المرض ده الحمد لله تعرف تقلدهم طيب قلد المادة دي وزود عليها تعديل واحد فكر في فكرة كده حلوة تحسن شوية اللي هم عملون وبعدين قارن ما بين الشغل ده وابتدي طلع منه نتائج وقلنا وصلت لايه لما تطلع معك نتيجة يبقى اعمل انت بطول عليه ده بقى خطوة بخطفة واحدة بواحدة لكن متعملش كزا حاجة مع بقى ده اللي بس نتكلم فيه ده اللي انا شفته مع الزوم اللي زي ما قلنا انه بيبقى عندهم ايه افكار كتير وتيهين ونواية طيبة كتير النواية طيبة كويسة كل حاجة بس انت لسه بستعلم السواء لسه بتتعلم البحث اللي من واحدة بواحدة اطلع بالرحمة ايه مست ده اللي كان يبيني احنا لين نتكلم فيه اخر حاجة يعني بوسيك بيها وبغض النظر بالت اختلف معي زي ما تحب يعني بس انا بقولك ابدأ صغير واتأكد من مجموعة بحثية على مستوى العالم انت فاهم الروتين بتاعهم كويس قلدهم استوسق منهم الاول افهم هم ما عاملين ايه وقلدهم وبعد كده زود عليهم خطوة صغيرة وبعدين خطوة صغيرة وبعدين خطوة صغيرة بلاش الاحلام والطموحات الكبيرة واطلع بالراحة واحدة بواحدة اتفقنا ده بس ايه النصيحة اللي كنت نكمل بقى ان شاء الله الفيديو اللي جاي عشان ايه نطلع من حيثة اننا هستك كده في الرسالة وزي ايه ابتدت تحرك ان شاء الله واوصل لحاجة شكرا